فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار شرح أسول الإيمان عن ابن عباس أود الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار هذا حيث أخيرون التلمذي والنسائي وأحمد في المسند وفي المصنف أيضا عيونكم رائعة هذا منكم فضل وأدب مصنف نبي شايفة والطوران الكبير والبيهقي في شعب الإيمان أي نعم اليوم طيب قولوا لي متى وأنا رهني الإشارة من المفروض كان أمس يا شيماء لو أردتم اليوم نعم بس قولوا لي يعني لو تتصل على رمضان وتعطوني الموعد وأنا رهني الإشارة الأمر يسير بإذن الله تعالى أحسن الله عليكم يعني أعطوني بس الموعد بعد إذن حضرتكم قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار نعم قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي الواحد قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار هنا في أمور الأمر الأول القرآن القرآن كلام الله ففي قول من قال في القرآن القرآن كلام الله جل فعلها تكلم به وسمعه جبريل وعزابيه للنبي الأمين والقرآن مدام كلام الله جل فعلها فله التوقير والتبجيل والقرآن قال الله فيه ونزلنا من السماء وننزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا زيد الظالمين لخسارة ما شاء الله رد لعنك إن شاء رزاب جزاكم الله كل خير فلذا فلذا الله جل فعلها أيضا يعني لما أنزل كتابه وهو هداية للعالمين طيب إن شاء الله سمعت وطعت إن شاء الله فإن الله جل فعلها قد بينا ذلك أو نعم أرسلي لتلبة العلم هي إن شاء الله تفعل ذلك فالله جل فعلها وضع لنا أمو ضابطة من أجل أن يعني نتكلم في كتابه وقال يا الذين أمن لا تقدم ونادى الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سألوا حين جاهلوا إنها مشفاء ألي السؤال وأيضا قال الله جل فعلها وَلَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِيَ عِلْمِ إن السمع الوصف والفرادة كل أولا كان عنه مسؤولة ومن تكلم في القرآن بغير علم كانت النار أحق به لذلك قال من قال في القرآن برأيه فلا تبعى مقعده من أمر تفسير القرآن كما قلنا ضوابط الأمر الضابط في النظر إلى القرآن كما قال ابن عباس القرآن على أربعة يعني أمر في القرآن لا يجهله أحد جميع من نازل باللغتين يعرفونه وتفسير لا يعلمه إلا أهل التخصص أهل العلم أهل التفسير والتفسير أيضا يعني تفسير لأهل اللغة يتقنونه وأمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا وما تقول إليه حقيقة الشيء ما يقول إليه حقيقة الشيء والتفسير على ثلاثة تفسير بالأثر يعني تفسير القرآن يأتي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن باللغة نعم وتفسير القرآن باللغة وهذا هو القسم الأول من التفسير وله أصول وأعظم التفسير كما قلنا هو تفسير القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة وكثير من تفسير القرآن بالقرآن ترد الله يبين ذلك يبين القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراج مفسوس هذا تفسيره لها الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة إلى آخر يأتي التفسير لها في نفس الآيات وآية تفسر آية وآية تفسر آية وهذا انشغل به مثل الشنقيتي في أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن من أعظم ما كتب الإمام وتفسير القرآن بالسنة وهذا الأصل لأن الله قال وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس من أزل إليهم كما قال الله تعالى في كثير من الآيات وجدنا نفسهم يفسرها قال الله تعالى عليكم السلام السلام عليكم للذين أحسنوا الحسن وزيادة ورزالة قال هنا النظر وجل الكريم للذين أحسنوا الحسنة الحسنة يا الجنة وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله والسيد الجهاد للذين أحسنوا الحسنة وزيادة وزيادة هنا للذين أحسنوا الحسنة وزيادة قال الحسنة الجنة وزيادة النظر رواجي الله الكريم يا رب يسعدنا بالحسن وزيادة يا رب أمين يا رب أمين رضي الله فيكون هنا التفسير بالسنة والتفسير أيضا بأقوال الصحابة كابن عباس وابن عمر وأيضا كأبي بكر وغيري هؤلاء من الصحابة الكرام الذين تكلموا في القرآن بعلم وترجمان القرآن كابن مسعود وكابير بن كعب رضي الله عن الجميع قال أبي سيد المسلمين أعلم الأمة بالقرآن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي أعلم أمتي بالقرآن وقال له ما أعظم آية معك أبي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضربه وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ثم القسم الثاني من التفسير التفسير بالرأي والتفسير بالرأي هذا مذموم وطبعا المذموم حتى نقول تفسير بالرأي حتى ما يكون فيها مظلمة التفسير بالرأي على قسمين تفسير بالرأي وهذا الرأي يكون فالتفسير بالرأي الذي له الضابط الكل من قواعد اللغة وقواعد القياس وغير ذلك فهذا تفسير قد لا يكون مذموما أما التفسير بالرأي هو هم لا أدري ويش وضعوا أنوار في هذا الباب لا أعذر لا أحد بالخروج حتى أنت فالتفسير بالرأي هنا المذموم هو التفسير الذي لا يقف على قواعد التفسير بالرأي هنا الذي لا ينزل على قواعد ما عنده قواعد يقعد عليها فيكون تفسير بالرأي فالتفسير بالرأي هنا يكون أصله في الهوى تفسير بالهوى ولذلك قال أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إن أنا تكلمت في دين الله بغير علم والتفسير بالرأي كما قلنا مزموم لمن فسر بهوى ما ارتآه يتكلم به والقرآن ليس كذلك لابد لهم أسس وأصول علمية وهي أصول التفسير كما بينا وهذا كله اهتمامنا به بفضل من ربنا ونعمه وقد نقول هناك تفسير أخرى هي تفسير تخصصية هي تفسير تخصصية كتفسير الفقهاء يأخذون آيات الأحكام بالتفسير الفقهي وكتفسير العقائدي أهل العقائد يأخذون آيات التي تدل على العقيدة يفسرون بها وهكذا التفسير الجزئي في هذا الباب لكن يبقى أنه من قام بالتفسير بالرأي ومن تجرع على القرآن بالتفسير بالرأي فإنه يكون قد أهلك نفسه ولا يدري لأن العلماء يقولون الذي رضي الله عنكم العلماء يقولون بأن أحسن الله عليكم بين أذبكم العلماء يقولون بأن من تجرع على القرآن تقح من نار على بصيرة وذلك أبو وقل قال أي أرض تقلوني وهي سماء تزلوني أن أنا كانت القائمة بغير علم وعمر الخطاب لما سئل عن وفاكات وأب ما كان يعرفه حتى ابن عباس قال ما عرفته فاطر معنى فاطر إلا مجاءني الأعربي اختصمه في خصومة مع غيره فقال يا رضي الله عنك يا رب يا جمعنا تحت تحت راية رسوله صلى الله عليه وسلم نعم التفسير اللغوي موجود نعم حتى قال بئري أنا أنا فطرتها يعني أنا حفرتها ودي مدرسة 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 الاجتهاد اللغوي يعني مدرسة ومدرسة الإعراب أيضا اللي هو اجتهاد النحوي كأعراب القرآن وإعراب القرآن للزجاجي وإعراب القرآن للزجاجي وإعراب القرآن للفراء كلها على الإعراب إعراب القرآن العكبوري كلها للإعراب يهتم بإعراب القرآن فقط أحسن الله عليكم ثم هنا أخر جديد في هذا الباب كما قلت أن هناك تفسير آخر هو التفسير في المدرسة يسمى المدرسة الإشارية وهذا الذي أعمق فيه النظر أهل الذين كان روافض في الباطنية أنا معك على هذا الباب يعني هؤلاء يقولون للقرآن ظهر وباطن والباطن لا يصل إلا للأئمة فقط ولذلك قالوا القرآن كلام الله الصامت وكلام الله المتكلم هو علي بن أبي طالب إذن التفسير للتفسير الإشاري كما قلت والتفسير كتفسير الذين يعتقدون يقولون القرآن له ظهر وباطن فيقولون ظهر القرآن غير معني الباطن والمعني ولا يعلمه إلا الأئمة وهناك أيضا من يؤصل لذلك ويرى للقرآن باطن دون الظاهر وهي التفسير الإشاري والتفسير الإشاري هو التفسير يعتمد على الاجتهاد لا يرد كليتا ولا يقبل كليتا أنا تحترام لا يرد كليتا ولا يقبل كليتا ابن القيم وضع له شروطا حتى يقبل التفسير الإشاري الذي يقولون فيه الغوص حتى تصل إلى المعاني في كتابه الرائع الماتع التبيان نعم شيخ الشعراوي أيضا له باع في الخواطر في هذا الباب التبيان في أقسام القرآن جمع يعني قسم أقسام القرآن ويصح قال فيه إقسام القرآن أيضا وهو قسم القرآن فهنا إذا طفرت شروط وكان الرجل عنده آلة الاجتهاد صح له أن يتكلم ويقول هناك معنى يعني يغوص ويقول هناك معنى آخر خفي غير المعنى الظاهر ويكون عنده آلات الاجتهاد والغوص في المعاني ويكون حجة في اللغة ويكون له ذوق أنا معك ويكون له ذوق في ذلك فيتعلمه فيتعلمه يعني فيكون هنا مسألة احترام القرآن وتوقيع القرآن لا يجوز لأحد قط أن يتكلم في القرآن بغير علم لا يجوز لأحد قط أن يتكلم في القرآن بغير علم ليس له ذلك وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك بي علم إن السمع والبصر والفآذة كل أولئك كان عنه مسؤولا ولشيخنا همتون علت الثرية فنالت من فنون الدين رية ولشيخنا همتون علت الثرية فنالت من فنون الدين رية فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا